بحث نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع شركات مصرية وسعودية أوجه التعاون في قطاع خدمات مياه الشرب وصرف الصحية المتعلقة بالإدارة المستدامة وخدمة العملاء والعدادات الذكية وأكد إسماعيل خلال لقائه بوفد من مسؤولي شركات مصرية وسعودية متخصصة في مشروعات قطاع المياه وصرف الصحية على اهتمام دولة المصرية بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الكارجية في مشروعات المياه وصرف الصحية استمرارا للجهود المبدولة منذ ثماني سنوات في توجيه أنظار الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في السوق المصرية وأشار إلى أنه جاري حاليا إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وصرف الصحية حتى عام 2050